النهاردة معانا شارع جديد وحدوتة جديدة يلا بنا نشوفها شارعنا النهاردة من اهم محاور مصر الجديدة المجاورة لمطار قابرة وهو باسم الزعيم اليوغوزلافي جوزيف تيتو وللأسف الناس بتقول عليه شارع السندباد لوجود ملاهي السندباد فيه ومحدش يعرف ان هو اسمه شارع جوزيف تيتو إلا ناس قليلة وبالرغم ان هو اسمه جوزيف تيتو لكن محدش عارف يمكن كتير مين هو جوزيف تيتو جوزيف تيتو هو اول رئيس لجمهورية يوغوزلافيا وهو من اصل كرواتي وتم تسمية الشارع ده باسمه نظرا للعلاقة القوية بين مصر والهند ويوغوزلافيا في الفترة دي اللي هما الدول المؤسسة لمجموعة عدم الانحياز وشغل مناصب تانية زي رئيس وزراء يوغوزلافيا والامين العام لحركة عدم الانحياز وامين اتحاد الدفاع الوطني ورئيس الحزب الشيوع اليوغوزلافي وهو طبعا احد الابطال القومين اليوغوزلابيين اللي وجهوا الهيمنة السوفيتية وتمكنوا انتحيق استقلالي يوغوزلابيا عن الاتحاد السوفيتي ودي صورة على ارض الواقع من بيت جوزيف تيتو في اليوبيانا عاصمة سلوفينيا اللي هو كان مصر ان يبقى عنده بيت فيها لان مسقط رأس امه هي سلوفينيا وعاصمتها اليوبيانا وانا شخصيا كنت هناك وهي اجمل دولة روحتها في العالم قلولي في الكومنتس لو عندكم معلومات تانية عن جوزيف تيتو وكمان قلولي عن شوارع تانية عاوزين تعرفوا حكاياتها الاصلية السلام